هزى انفجار بعبوة ناسفة اليوم منطقة المخزن بمحافظة أبيان ونقلت مصادر إخبارية عن سكان محليون بمنطقة المخزن بأبيان قولهم إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من منطقتهم وسمع دوي الانفجار في أنحاء متفرقة من المخزن وجعار وما حولها ولم تذكر تلك المصادر عن الموقع الذي تم تفجير العبوة الناسفة فيه وفيما إذا كان قد خلف ضحايا إلى ذلك اقتل مسلحنا ضابطا مرتزقا برتبة عقيد بمدينة العين بمنطقة لودر في محافظة أبيان وفادت مصادر عالمية مقربة من العدوان أن مسلحنا يعتقد أنهم من الجماعات الإرهابية المسمى بالقاعدة وداعش أطلقوا النار على العقيد قاسم الشمبة وسط السوق العام بمدينة العين بلودر وفي عدن أطلق مسلحنا النار على قائد حراسة قيادي مرتزق في ساعة متأخرة من مساء السبت وقالت المصادر إن مسلحنا يستقلون سيارة نوع إيكو بالقرب من ملعب 22 من مايو أطلقوا النار على مساعد أول محمد النجدي وهو السائق الخاص القائد السابق لقوات البحرية والدفاع الساحل بعدن وفي السياق ذاته نصب مسلحنا قبل يونكا مينا لمجاميع من المرتزقة كانت في طريقها إلى منطقة جبل العرب يافع في ساعة متأخرة من مساء السبت ما أدى إلى سقوط جرحة يشار إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار الفوضى الأمنية التي تشهدها عدن المحافظات الجنوبية والصراع القائمة بين مرتزقة العدوان وتنامي نفوذ الجماعات الإرهابية في ظل هيمنة قوى الغزو والاحتلال عليها ترجمة نانسي قنقر